موسيقى اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ مشاهدين الكرام من القدس العربي وما ترجمت عن national interest تقول بايدن عاجز في السياسة الخارجية واوكرانيا اوضح مثال اذا علق الباحث في جامعة جورج ميسون كولين ديوك على سياسة الرئيس جو بايدن غير المتوازنة في اوكرانيا بقوله ان الرئيس عقيم في مجال السياسة الخارجية ومعظم الامريكيين يعرفون هذا ولو اردت معرفة كل الاسباب المثيرة لمظاهر القلق بشأن الازمة الاوكرانية فما عليك الا ان تنظر الى سياساته الخارجية وقال ان المسؤولين في البيت الابيض سارعوا لتدارك الامر بعد تصريحات الرئيس بايدن نهاية الاسبوع التي قال فيها ان الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة لتصحيح ما قاله وفي العام الماضي قال الرئيس انه اتبع سياسة متوازنة ومنسجمة وفعالة من اوكرانيا وقدم الكاتب عددا من الاسباب التي تكشف عن عجز سياساته وبدأ بما قاله المؤرخ روبيرت سيرفز عن مقابلة بايدن مع صحيفة والستريت جورنال حيث دفع بعضوية اوكرانيا في حلف الناتو من خلال مثاق شراكة استراتيجي امريكي اوكراني وفي الوقت نفسه فشل في تحضير البلد للدفاع عن نفسه وقد يصف البعض هذا بانه انتهاك للسياسة الدولية لا تجرح ملكا وحذر جون اوستليفان في ناشنال ريفيو في ثالث من شباط من ان الولايات المتحدة تسير باتجاه استفزاز بوتين بدون ردعه وكان اوستليفان محقا في هذا والنقطة هنا هي ان امريكا ليست مسؤولة عن الهجوم الروسي كما يبدو للبعض صحيفة فرنسية تقول بدء نقل المرتزق السوريين من ليبيا الى روسيا اذا كتبت صحيفة لوفيغارو الفرنسية وداعا بنغازي مرحبا اوكرانيا مؤكدة انه تم نقل مرتزق سوريين يعملون لدى شركة الامن الروسية في ليبيا الى سوريا قبل ارسالهم الى اوكرانيا لدعم القوات الروسية بحسب منظمة سوريون من اجل الحقيقة والعدالة التي جمعت عدة شهادات لهؤلاء المقاتلين السوريين واضحت الصحيفة انه منذ عام الفين وخمسة عشر انقذت روسيا بشار الاسد من خلال التدخل بشكل اساسي بطائراتها التي قصفت بشكل عشوائي مدنا مثل حلب من اجل استسلام الثوار المناهضين للاسد واشارت لوفيغارو الى انه في الحادي عشر من اذار مارس الجاري قال حارس سوري يعمل لدى شركة نفط قرب بنغازي لمنظمة سوريون من اجل الحقيقة والعدالة قال ان الضابط الروسي المسؤول عن مجموعتهم جاء لزيارتهم برفقته مترجم وقال لهم انه سيتم نقلهم الى مكان اخر دون ان يحدد هذا المكان وطلب منهم جمع اغراضهم عادوا في اليوم الموالي وذكر المترجم خمسة بل خمسة وعشرين اسما من المجموعة تتساءل صحيفة العرب هل ينهي حياد اوكرانيا الحرب ام ان اهداف روسيا ابعد من ذلك قال مفاوضون اوكرانيون ثلاثاء ان كيف اقترحت تبني وضعا محايد مقابل ضمانات امنية في احدث جولة من المحادثات مع روسيا التي تستضيفها تركيا مما يعني انها لن تنضم الى تحالفات عسكرية او تستضيف قواعد عسكرية فيما يتساءل مراقبون هل ان ذلك كاف لإيقاف الحرب ام لروسيا اهداف ابعد من ذلك اضاف المفاوضون للصحفيين في اسطنبول ان المقترحات ستشمل ايضا فترة مشاورات مدتها خمسة عشر عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ويمكن ان تدخل حيز تنفيذ فقط في حالة وقف اطلاق النار الكامل ولن تكون اوكرانيا الاولى في اعتناق الشكل الحيدي وقد تنضم الى دول اوروبية اخرى في هذا الاطار مثل سويسرا والنمسا وفنلندا والسويد وارلندا وكذلك مالطا ولكن من اين اتى مفهوم الحيادية وكيف سيكون شكل اوكرانيا المحايدة ان تم الاتفاق على هذا الخيار بين الطرفين وطرح مفهوم الحيادية الدولية بشكل قانوني طرح في اعلان باريس عام الف وثمانمائة وستة وخمسين اي الحياد في الحرب البرية واتفاقيتين لاهاي الخامسة وثالثة عشرة الموقعتين عام الف وتسعمائة وسبع للميلاد اي الحياد في الحرب البحرية نتابع مع العرب مشاهدين الازمة الاوكرانية تحفز تحالفات جديدة في اوروبا من هي تلك التحالفات؟ نتابع اتخذت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة مذ اندلاع الحرب الروسية على اوكرانيا قبل اكثر من شهر اتخذت الدول الغربية موقفا جماعيا ضد موسكو اظهارا للوحدة في المواقف لكن بين طيات هذا الموقف كانت هناك بعض الاتجاهات لتغليب المصالح الذاتية احيانا على الموقف الجماعي يقول احد الباحثين ان الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلانسكي ذكر في خطاب القاه امام الاتحاد الاوروبي والذي خص فيه المانيا بعدم فهم ما يجري في اوكرانيا وانتقد المجر على وجه الخصوص لحيادها اريد ان اتوقف هنا وان اكون صادقا عليكم ان تقرروا بانفسكم من انتم نهائيا وبشكل حاسم ذكر الباحث في مركز ناشنال انتريست ان زيلانسكي اشار الى النصب التذكاري احذي على ضفاف نهر الدنوب للهولوكوست واستهدف بكلماته رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان حيث ابدا غضبه بشكل واضح من تحفظ المجر وحيادها قائلا انظروا الى تلك الاحذية وسترون كيف يمكن ان تحدث عمليات القتل الجماعي مرة اخرى في عالم اليوم وهذا ما تفعله روسيا الان شكوك ازاء اعلان روسيا خفض الانشطة العسكرية رغم التقدم في المفاوضات بعكيف تترقب اوكرانيا وحلفاؤها الغربيون اليوم الاربعاء بشك خفض الانشطة العسكرية في محيط كيف ومدينة كبيرة اخرى الذي اعلنته موسكو في ختام مفاوضات السلام التي رأى فيها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلانسكي مؤشرات ايجابية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية وقال زيلانسكي في تسجيل مصور بثة عبر الفيديو في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء على تطبيق تيليجرام قال يمكننا القول ان الاشارات التي نسمعها في المفاوضات ايجابية لكنها لا تنسين الانفجارات او القذائف الروسية وبعد نحو خمسة ياسابيع من الحرب وسقوط الاف الضحايا ونزوح ملايين الاشخاص تلقت قيادة الاركان الاوكرانية ايضا الاعلان الروسية بحذر اثنان من قتل الهجوم قربة الابيب يحملان الجنسية الاوكرانية تقول اذا الشرق الاوسط اكدت الشرطة الاسرائيلية اليوم الاربعاء ان اثنين من القتل الخمس الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي وقعت مساء الثلاثاء في ضحية بني براك قربة الابيب يحملان الجنسية الاوكرانية وبحسب بيان الشرطة فان القتلين اجنبيان من اوكرانيا احد احدهما يبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاما وثاني وثلاثون عاما وقتل خمسة اشخاص في هجمات بالاسلحة النارية في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل ابيب وفق ما افادت خدمة الاسعاف الاسرائيلية في هجوم هو ثالث خلال اسبوع وما هجوم مساء الثلاثاء وما هذا الهجوم يرتفع عدد القتل خلال اسبوع الى احد عشر قتيلا وقد تبنى تنظيم داعش اثنتين من تلك الهجمات واكدت الشرطة ان عناصرها قتلوا المهاجم الذي لم تعلن عن هويته على الفور ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد البيت الابيض يقول واشنطن وحلفائها يتوعدون روسيا برفع التكاليف اذا اعلن البيت الابيض ان قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة اجروا فيما بينهم اتصالا هاتفيا تعهدوا فيه بفرض تكاليف اضافية على روسيا بسبب حربها في اوكرانيا وذكر البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي منويل ماكرون والمستشار الالماني اولاف شولتز ورئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واضاف ان الزعماء اكدوا عزمهم مواصلة رفع التكاليف على روسيا بسبب هجماتها الوحشية في اوكرانيا وكذلك على مواصلة تزويد اوكرانيا بمساعدات امنية للدفاع عن نفسها ضد الاعتداء غير المبرر لرمب بريطانيا هي اكثر الدول الاوروبية التي تتخذ موقفا صارما تجاه الغزو الروسي لاوكرانيا تقول الصحيفة بريطانيا تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من اوكرانيا طالبت الحكومة البريطانية بانسحاب القوات الروسية بشكل كامل من اوكرانيا مؤكدة انها ستحكم على الخطوات المبدئية نحو اتفاق سلام محتمل بين موسكو وكييف بالافعال للأقوال وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ان المملكة المتحدة تريد رؤية انسحاب كامل للقوات الروسية من اوكرانيا حسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الاوروبية ولد سؤاله عما اذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد شجعه وعد روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول كييف وشمال اوكرانيا كخطوة لبناء الثقة قال المتحدث سنحكم على بوتين ونظامه من خلال افعاله وليس من خلال اقواله تطورات حرب اوكرانيا روسيا تقلل من حجم التقدم في المفاوضات غير مبالية على ما يبدو دخل اذا الغزو الروسي لاوكرانيا يومه الخامس والثلاثين ولا تزال القوات الروسية تواصل هجماتها المركزة على المناطق الشرقية فيما اعلنت وقف النشاط العسكري حول العصيمة كيف ومدينة شيرنياف بالتأزام مع حدوث تقدم بالمفاوضات في اسطنبول الامر الذي شككت فيه الولايات المتحدة وعلى صعيد التطورات السياسية المتصلة بحرب اوكرانيا حذرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من خطر تعرضهم للاعتقال على ايد السلطات الروسية وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لاوكرانيا الامم المتحدة تختار ثلاثة مناطق بل الامم المتحدة تختار ثلاثة خبراء للتحقيق في جرائم حرب محتملة في اوكرانيا عقدت الامم المتحدة بل عينت الامم المتحدة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الانسان بهدف التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات اخرى خلال الصراع في اوكرانيا ويترأس النرويجي ايريك موس اللجنة المفوضة للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي الانساني والجرائم ذات الصلة في سياق عدوان الاتحاد الروسي على اوكرانيا واختار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ايريك موس الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لينضم الى ياسمينيكا دوزومهور امينة مظالم حقوق الانسان في البوسنة وبابلو دي غريف وهو قاض من كولومبيا في رجنة التحقيق بشأن اوكرانيا غانتس هدد عباس بسبب عملية تل ابيب تايمز اوف اسرائيل تقول خيره بين ادانة الهجوم او سحب تيسيرات بالضفة كشف مسؤولون اسرائيليون ان مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي بينيك جانتس نقل رسالة صارمة الى رئيس السلطة الفلسطينية بحمود عباس حضه فيها على استنكار عملية بني براك التي وقعت مساء ثلاثاء في تل ابيب موقع تايمز اوف اسرائيل الاسرائيلي قال انه بعد اقل من ساعة من تلقي الرسالة اصدر عباس ادانة لعملية اطلاق النهر وهي خطوة قل ما يقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية بعد عمليات من هذا النوع ولم يفعلها عباس مع عمليتي بئر السبع والخضير التي وقعت الاسبوع الماضي اذ قال مسؤول عسكري اسرائيلي ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية كانت قد سعت الى مجموعة من التدبير لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في اوائل ابريل نيسان المشاهدين الى فقر كاريكاتر اذا مشاهدين الكرام لمتابعة المزيد حول اخبار العالم والتطورات يمكنكم متابعة الموقع الرسمي على يوتيوب للقناة التاسعة من خلال المسح على رمز كيو آر الظاهر على الشاشة امامكم شكرا لكم على طيب المتابعة وادمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة